احنا بنتكلم طبعا عن مباراة مهمة جدا كل الناس اللي لها في الكرة النهاردة مستنية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اللي هتجمع ريال مدريد وليفر بول اللي هيتلعب النهاردة الساعة 9 وهيلعب نجمنا الدولي محمد صلاح في هذه المباراة هيشارك في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في مسارة المباراة بين ريال مدريد هي الأكثر تتويجا في أوروبا ب13 لقب واللي بيسعى أكيد لمواصلة هيمنته على الكرة الأوروبية والحصول على الثنائية بعد حسم الدوري وليفر بول الطامح للحصول على لقبه السابع في البطولة وتعويض خسارة لقب الدوري الإنجليزي في الأمطار الأخيرة لحساب منشستر سيتي يا ترى مين هيكسب التشكيل الأمثل لكل مدير فني هل هتخلص في 90 دقيقة ولا ممكن تمتد لوقت إضافي وركلات جزاء كل ده هنعرفه من ضفنا الأستاذ محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي صباح الخير عليك محمد صباح الخير هدير هنم صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير علي كل مشاهد صباح الخير يا مصر أينما كانوا في بداية أسبوع ناري استثنائي وخيالي في الكرة العالمية وتحديدا على مستوى الكرات بالنسبة للأندية دوري أبطال اليوم وفي الأثنين الأهلي والودان إن شاء الله هنكلم نهاردة عن دوري الأبطال أعتقد أنها مباراة نارية يعني احنا هنشوف النهاردة مباراة كل عشاق كرة القدم وبالمناسبة يعني في ناس كمان مش من عشاق كرة القدم قوي لكن هيتفرجوا على المغرانات صحيح لأنها الكريمة بالنسبة للكرة العالمية هي الفئة الأعلى الكاتجرية الأعلى بتاع الكرة العالمية نحن نشوف المستوى الفني الأكثر قوة فرقتين هم الأفضل على مستوى الكرة الأوروبية والكرة الأوروبية هي الكرة العالمية أو الفئة الأعلى في الكرة العالمية فنشوف على المستوى الفردي لعبين هم الأفضل موجودين فيه فرقين تقال جدا سواء كان ريال مدريد اللي برضو اتهز شوية بعد كريستان رونالدو ولكن لما نفسه لما واحد زاكرين بنزيم على سبيل المثال خرج من عبائة الخادم للعب معين إلى أنه بيخدم نفسه وبيخدم الكيان أو الفريق بشكل عام فأصبح قوة موجودة الفوس بالدوري صحيح قل شوية ريال مدريد عن ما كان الحال في السنوات السابقة لكن يبقى فريق تقيل جداً وبيعرف يتعامل مع كارلو أنشلوتي المدير الفني الإيطالي اللي بيقدر أن هو يطوع إمكانيات لعبية حتى لو كبروا في السن النسبياً ومنهم لعبين كانوا موجودين في الثلاثية التاريخية مع زيدان 2016 2017 2018 ففي خبرات تقيلة موجودة على الأرض ملعب نفس الكلام بالنسبة ليه ليفربول ليفربول مشروعة ليفربول كان بيحاول يعمل نفس المشروع ده الأرسنال من سنوات أنه يجيب لعبين صغار ويبدأ يسوق ويجيب بطولات ده ما حصلش ليفربول عمل ده أنه يجيب لعبين صغار ويقدر يجيب مدير فني بمشروع وينجم النجوم دول ويبيع كمان بسعر كويس فيجيب فلوس وفي نفس الوقت يجيب بطولات فده اللي عملوا ليفربول مع خبرات معظم اللعبين الموجودين في السكواد اللي وصلوا لنهاء 2018 وخسروا واللي وصلوا لنهاء 2019 وجابوه ومن ثم فيه ثقل موجود على الأرض الملعب فيما بين الفرقين زي ما قلنا هو المستوى الأعلى نتمنى نشوف كمان مستوى كبير استثنائي وخيالي موجود في هذه المبرأة نهائية نهاردة إن شاء الله طيب فوز ريال مدريد بالدوري وصاده خسارة ليفربول الدوري هل ده يأثر في الأداء النهاردة؟ مش بالشكل اللي احنا فاهمينه أو مش بالعقلية العربية إنه لو فريق خسر الدوري ممكن يأثر عليه في دوري الأبطال وهكذا بيعرفوا يفصلوا كويس جدا ليفربول بيتعامل مع فكرة إنه أنا نفس الآخر دقيقة في الدوري فأنا عملت العلية فخلص السيكولوجيان بيعرفوا إنهما يتهيقوا ما بعد الخسارة للدوري إنه خلص أنا عملت العلية وحتفلوا في ملعب الأنفلد وفرق النقطة الوحيدة مش هو الحاجة الكبيرة لكن حققوا اللقبين بيبصوا ليه زي ما نقول كان نص الكبال مليئة اللقب الكرباء وأكوأس الرابطة في إنجلترا ثم الإفا كاب كأسر الإتحاد الإنجليزي اللي ما دخلش منذ سنوات كثيرة لخزينة ليفربول ومن ثم برضو في إنجاز بيبنوا عليه أو بيبنوا عليه لأنه اللعبين دول بيعرفوا يتعاملوا واحد زي محمد صلاح وتصريحات محمد صلاح الأخيرة إنه دي مباراة بالنسباله شوية استثنائية أو شوية فيها طار بيت ما بينه ما بين ريال مدريد من 2018 يمكن التقربة التصريحات دي على الشيح إنه إحنا مش متعودين إن الصلاح بيكون عنده تصريحات وخصوصا قبل المباراة القوية بالشكل ده شفت إزاي تصريحات محمد صلاح صلاح ما بيرميش حاجة إلا ما يكون عارف هي راحة فين وصلاح ما بيقولش حاجة إلا ما يكون عارف هي تستهدف إيه تصريح زي يورجن كلوب لما قال إنه مثلا الكرة الذهبية ممكن تقرب من ساديو ماني ما قالش محمد صلاح لو فوزنا بدوري الأبطال التصريح دي يعمل فوكس أكتر أو يدي كريدت أكبر لي ساديو ماني فمحمد صلاح يجيب الكريدت بتاعهم دين يخلي اسمه أعلى إزاي في وقت من الأوقات كان فيه كلام كبير وكتير من الصحافة الإنجليزية والأوروبية بشكل عام إنه لأ بدأ محمد صلاح نجمه وانطفق نسبيا محمد صلاح فرحته بالهدف اللي خلاه هدى في الدوري أو ياخد الحزاء الدهبي بغض نظر عن الدوري مهمة قوي لأنه عارف كويس قوي أن وجوده مش كأفضل صنع العام في دوري الإنجليزي ولكن هدى في دوري الإنجليزي حتى لو بالمنصفة مع صنع لعب توتنهام هوتسبر ده بالنسبة له كريدت أعلى إنه يرمي تصريح دي في التوقيت ده هو عارف كويس قوي التوبة دي لما تتريمي هتجيب صادة إزاي فهو بيعمل لنفسه أرضية بشكل مختلف مش تقليلا ما محمد صلاح ولا دي عقلية محمد صلاح نحو بيعمل رواج وخلاص لكن هو دات التوقيت وإدارة أو العقلية بتاعت الإدارة للمباراة لأنه خلال المباراة خلاص كل ده بيتنسي والأداء الفني على الأرض اللي مالعب هولا هيكون موجود لكن هو كمان ذاكي جدا في أنه لما يفوز إن شاء الله ليفربول إيه انتفوق في هذه المباراة يكون كريد الكبير لمحمد صلاح أنه إدى دافع بشكل مختلف ليه ولفرقته مقبض والجماهير كمان ودهم وعد كمان إدى الجماهير وعد بالزبط كده ومحمد صلاح قدل وعد بالمناسبة مش زي المنتخب قادر أقول إنه المنتخب يفرق عن النادي وليفربول عنده إمكانيات كبيرة جدا ولعبين أو أدوات تقدر تخدم على تقلق محمد صلاح والفرقة بشكل عام لأنه محمد صلاح في بعض الحال ما بيكونش هداف بيكون صانع للأهداف في أمثلة كتير وحالات فنية كتير أولى وكلمنا بعمق شوية فانيا محمد صلاح مثلا فيه مباراة السيتي الثانية مباراة ملعب الاتحاد اللي في الأسبوع العشر الأخيرة في الدولة وكان صانع هدف التعادل اللي سأل يومانيه لما بيحجموه أو بيتكتروا عليه علشان ما يطرش من الجهة اليومنا بيقدر أنه بقصانع لعب مميز جدا أو بيحرر اللعبين الموجودين من ثلاثة نص الملعب الموجود أو ثنائي اللي بيكون معاه في تلت الأمامي أربعة ثلاثة ثلاثة في الفرقتين النهاردة حالة بتفاصيل دقيقة ممكن تبقى على الشعر لو فيه غلطة بالنسبة لموتش 2018 وموتش النهاردة شايف الدنيا مختلفة ازاي في 2018 كان الموسم الاستثنائي بالنسبة لحامد صلاح بعد 2017 والتقلق الكبير وعبور حاجة 32 هدف كان في الدوري وحاجة استثنائية الإصابة وراموس والموضوع المتعمد بالنسبة لإصابة محمد صلاح والكتف قبل ذهاب لكأس العالم من روسيا 2018 لفتكر والأجواء كان ريال مدريد وقتها أقوى بشكلة أو بآخر عشان نبقى وقعين صحيح ليفربول كان قوي نتيجة حسم الثلاثة واحد لريال مدريد بالضبط بقى أخطأ كمان من حارس المرمى أنا دك وقتها أنا مش مذكر اسمه حتى كان حارس البديل اللي كان موجود هو الأساسي في هذه الموكري وكانت أخطأ فادحة وكريم الزيمة كانت بداية تقلق ويمكن البطولة دي نقل وكان كريستانو موجود وكان كريستانو موجود ولكن كريم الزيمة كمان خد كريدت لأنه هو اللي كمان تابع والحارس بيرمي الكورة برجله في الهدف الغريب لسجل ظروف مختلفة طبعا لأنه زي ما قلنا بدأ يجني ثمار المشروع يرجي كلوب الألمانيا المدير الفني ليفربول مع العبيه دلوقتي فبقى فريق أكثر ثقل حتى اللي بيخش على ليفربول بيتأقلم وبيع لقوي نجمه زي لويز دياز على سبيل المثال هذا الكولومبي أصبح من أفضل لعبين ومن أكثر لعبين قدر على المراوغة في دور أبطال أوروبا حتى وإن لم يشارك في عديد من المباراة كلعب أساسي وده دوره مؤثر ومهم النهار ده بالنسبة لتشكيلة ليفربول وأعتقد هو لا يبدأ مش ديج وجودها مع محمد صلاح وساد يومانيا في التلت الهجومين عظيم هتكون في المباراة التقيلة اللي زي دي والحاسمة بيكون فيه منافسة خاصة ما بين المديرين الفنيين صحيح في التشكيل في التعامل والتعاطي مع مجريات الملعب لأنه بالتأكيد كل مدير فني بيكون عنده الخطة بتاعته لكن بعد أول ربع ساعة من المباراة بالتأكيد بيكون فيه تغييرات في الخطة مش تغييرات في اللعب صحيح فشايف النهار ده الوضع يكون زي بالنسبة لكارلو أنشيليوتي ويورجن كلو هي زي ما قلنا كده الموضوع على الشعر ودائما أنا أتكلم عن أنه الأكثر تركيزا الأقل أخطاء نص الملعب عليه عين كبيرة قوي ريال مادريد دائما بيلعب على فكرة مش عايز أقول ردة الفعل بس هو بيسيب الاستحواز اللي قدامه وبيلعب على الهجمة العكسية المتقنة وعنده لعبين موجودين لفن التعامل مع هذا الأمر زي على سبيل المثال فينيسوس جونيور هذا رجل جناح الطير هو وأرنولد ناردا يبقى فيه حرب ثنائية على أرض الملعب كارلو أنشالوتي ويورجن كلوب الثنائي مديرين فنين كل واحد يوم دهية يعني بيعرف في يشتغل صح على الخط كلام كتير من الخطوط لكن الكلام الكبير بيكون موجود على أرض الملعب أعتقد أن الاثنين درسين بعض كويس سكاوتنج معمول بشكل قوي ريال مادريد مريح شوية ما بعد حسم الدوري الإسباني بفترة مباراة حتى وقين فقد العديد من النقاط بس ما كانش فارق مع أنه بيجرب أطر تكتكية مختلفة فأذين مباراة الأمر الأخطاء الدفاعية الاثنين عندهم أخطاء دفاعية والاثنين لما ليفربول بيتقدم بيبقى دفاع متقدم أو بيبقى مالك الكرة بشكل كبير بيبقى مساحة وفجوة كبيرة أو في تلتة الدفاعية وده يمكن شاهدناه في مباراة الدوري الأخيرة نستقبل أهداف كتير حتى في مباراة نصف النهاية أمام بياريال في دوري أبطال أوروبا الإسباني لما شال هدفين هناك بسبب الأخطاء الدفاعية الغريبة بيعرف هجومين يتدارك لكن عنده أخطاء دفاعية ممكن مع ريال مدريد ما يقدرش يتداركها فأجواء باريس نفس الكلام بالنسبة ليه ثنائي قلبي الدفاع بالنسبة ليه فريق ريال مدريد كازميرو أو دافيد ألبا وميليتاو الاثنين دول برضو بيبيعوا نفسهم بزيادة يعني هما بيطلع يضغط فممكن يعمل مشكلة في قلب الدفاع وعلى سبيل المثال برضو من الحالات الفنية ما نحن صور الحالات بس فكرة أنه الهدف بتاع منشستر سيتي اللي تعملت عرضية من الجهة اليومنا وتحطت برئاسية مع الاختراك من العمق بشكل سازق جدا من دفاع ريال مدريد عندهم أخطاء دفاعية اللي اتنين هلعبوا أخطاء دفاعية بس من ياخد القضية فكرة أنه ليفربول هو اللي بيضغط بيستحوز على كورة بيملك الكورة ريال مدريد لكن أنشيوتي لو أن عنده تحولات بتبقى قتلة برضو 100% وكلمت عن بعض اللاعبين فينيسس جونيور فالفيردي فالفيردي مسادل بشكل قوي جدا فينيسس جونيور والمراوغات من الجناحة فينيسس جونيور ده مع ريال مدريد عامل زي عارفين كده سعاد يومانية لما كان قدامه انتخابنا الوطني مع السناغال واخد الجابها اليسرى وطاير واخد مع المدافعين والظاهير وكل حاجة هو بيعمل كده يطير في المساحات ولازم دور هندرسن من نص الملعب يدعم أرنولد ومحمد صلاح كمان لازم يكون يدور في الأداء الدفاع في هذه الجهة الجهة اليسرى بتاعت ريال مدريد ليبقى منها الخطورة كلها لأنه يتخدم على كريم بنزيمة من هذه الجهة مع العرضيات والضربات السابقة هل حظوظ ليفربول أكتر؟ ولا ريال مدريد بحسب ما يتوقع مثلا أو بيتكلم الخبراء والمختصين والنقاط الرياضيين يقولوا لا ريال مدريد هو الأقرب كل واحد لي ثقل وكل واحد لي هدافه وتعامله لكن أنا شايف أنه مبراج 50-50 وقعيا وقعيا لأن المبراج بي رجل بين الفريقين وما بين العامين المجمولين جاء أفراد على الأرض الملعب نسبيا هجوميا أنا شايف أنه ليفربول عنده قدرة أنه التلاتة بتاع ليفربول ممكن يهجم بتمانية ويقدر يرد دفاعيا يعني تلاتة بتاع نص الملعب تيجو ألكنتارا وفابينيو ده عليه عامل مؤثر أولا أنه يفك ويربط هجمة الغريم ويطالع لكورة متقنة وعمل حل في نصف نهائي فيا ريال دوري للأبطال وكمان هندرسون والباكين اللي طايرين روبرتسون الأسكوتلندي من الجه اليسرى وأرنولد من الجه اليوم مع محمد صلاح وماني ودياز أو جوتا أو حتى فيرمينيو كل دول بيهجموا ولا مركزية اللي موجودة في فريق نادي ليفربول ترهق أي دفاع ولذلك مشكلة النهاردة دفاع ريال مدريد أنه يعرف إزاي يتعامل مع محمد صلاح وتحركاته سادي ومانيو وشيفتاته ولما بينزل تحت اللي بيطلع من نص الملعب هيتعامل معه إزاي والويس دياز والمسحات اللي ما يكونش موجودة سيحنا أوردو بنتكلم على أنه ريال مدريد فريق يعني تاريخه عظيم ما يخسرش مباراة في النهائي من 92 من 81 81 كان أمام ليفربود يعني دي الوحيدة المباراة اللي يخسرها في نهاية دوري الأبطال نحن نتكلم دلاتي في النظام الحديث فهو مخسرش تأريبه من 92 صحيح ما بيخسرش نهايات لكن التاريخ شيء وارضي الواقع الشيء تاني لأنه ريال مدريد واقعيا في مشاكل فنية لكن على الأغلب أنه يقدر يتدرك لأنه برضو زي ما قلنا شخصية اللعبين اللي قدروا فيما بينهم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا منذ قبل ومن ثم عندهم القدرة على التعامل مع مثل هذه المباراة الكبيرة مباراة صعبة على الطرفين ولكن أعتقد وأتمنى بشكل شخصي أن محمد صلاح النهاردة يرفع الكأس لأن المهم قوي في خمس سنين مع ليفربول يشيل الكأس في مورتين مع تالة نهائي بيوصل إليه وبلعب النهاردة مباراة رقم 69 في الموسم كأكتر لعب مع ساديو مانيب بالمناسبة فيما بين اللعبين اللي شاركوا في دوريات الخمسة الكبرى أكتر لعب شارك مع منتخبه ومع نادي ليفربول أكتر لعب شارك إرهاق كبير جدا صفر رايح جاي ولكن يستحق أنه يتوج لأنه على الأغلب مش هيتوج بالكرة دهبية عشان يبقى وقعي من المطبخ كده بالذات الفرانس فوتول يعني لأنه أو البالندور لأنه البالندور هي تبقى معتمدة على الدوريات ودوري أبطال أوروبا لكن جائزة الفيفا غالباً تستنى ما بعد أو يعني يكون لكأس العالم لها كريدت أكبر فخلينا في البالندور البالندور على الأغلب هتخدم أكتر الفرنسيين والقوة الملكية بالنسبة له مادريد وريال مادريد في أوروبا ومن ثم كريم منزيمة على الأغلب هتكون المرشحين الأقوية بضغط مع ساديو مانيو محمد صلاح لكن لازم محمد صلاح حتى وقين لم يفوز بيها أنه يقول أنا موجود أنا جبت البطول أنا سهيمت حتى لو ما سنمتش مع متخب مصر يعني هيفرح المصريين نهار أتمنى يا رب هو يسجل المسألة أه ما نلتس أقولك المسألة مش مسألة التصريحات أو مسألة أسست وصنعة أهداف لا هو يفرح المصريين بأنه هيسجل أهداف نهار بإذن الله حتى لو ما سجلتش ما حصلتش ما كناش يعني نحلم أنه لعب مصري يكون موجود فهذه المكانة المحترمة بالنسبة لي الكريمة أو حبة الكريز في الكرة العالمية فريق نادي ليفربول طيب أخيرا نقول للنس السيناريو أو التشكيل المتوقع في الثلاثين النهاردة بداية اللقاء هتكون عاملة إزاي بتأكيد بداية اللقاء هتكون متحفظة شوية ليفربول هو اللقاء ليه الغلب أعتقد أنه ريال مادريد مفيش خلاف على تيبو كورتوة هذا الحارس اللي شاهل كتير قوي والعامل فرق مع ريال مادريد ميندي كارفخال ميليتاو دافيد ألبا في خطق الظهر كروز كازيميرو مودريتش ثلاثي في نص الملعب عليهم من العين في الضغط المبكر على الحام الكرة أو السورسز مصادر الخطورة أو اللي تصنع لعب ليفربول بلبردي بنزيمة وفنيسوس جونيور وأعتقد أنه رودريجو مشوفنا في النصف الثاني أو حتى في الوقت الإضافي في مباراة مشاري سير سيتي في نصف الثاني صحيح متوقع وقت إضافي أو مقالة ستسين ممكن مباراة طول ممكن مباراة طول ولما بطول تصوى ركلات ترجيح ليفربول بيعرف يتعامل وده اللي حاصل حتى في نهاية كارباو وفي نهاية الفي كاب ليفربول لا خلاف على ألسون بيكر طبعا في حراس المرمى أرنولد روبرتسون فان دايك ما تيب أو كوني أنا شايف أن كوني يقدر أن هو يكون موجود لأنه أسرع فابينيور ديجو هندرسون صلاح ماني ودياز هو اللي يبدأ هذه المبرأة إن شاء الله كل توفيق لمحمد صلاح ده المهم إن شاء الله يفرحنا بإذن الله النهاردة حسنا نشكرك محمد عفيان ناقد والمعلق رياضي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا